اشتركوا في القناة طبعا يا شباب شكرا على كل تعليقاتكم الله يسعدكم دخلنا في القيم على طول وقرأت كل تعليقاتكم صراحة فيها عدد كبير قال دفور يستاهل الموضوع انك ترجع في التخزينة وتجيب لنا اللي هو كرت الشاشة فجبنا كرت الشاشة باذن الله في حلقة اليوم وجمعنا فلوس يعني برضو باذن الله في حلقة اليوم شوفوا زي ما تشايفين معنا 600 باذن الله حلقة اليوم بتكون فيها تجميعة جديدة بيكون فيها الكرت خلينا نشوف هنا في معنا فلوس لا والله ما عندنا فلوس وات اوكي الاسعار تمام الاسعار تمام هل في احد بيجي يلعب يا شباب هل في احد بيجي يلعب اوكي في واحد جاي الحمد لله طيب بالنسبة للكرت هذا بيكون له تجميعة باذن الله فخلينا نحطه هنا اوه نبدأ نجهز للتجميعة طبعا ايش بتكون التجميعة يا دفور بتكون ان شاء الله تجميعة بداية في البداية طبعا هذا المكان ما وريتكم في حلقة اللي فاتت هذا المكان تقدر تشتري لك ورق حاة تضبط البلاط حقك تضبط البيت وكل شي زي ما انتو شايفين تشتري على شكل زي الطبليات وانت تشتغل بنفسك اوه هذه ما ادري اذا كانت اتوقع انها صور ان ما خاب ظني والله ما ادري اوه هنا في عندنا طاولات وكراسي نقدر نشتريها فباذن الله اليوم نبي الطاولة البسيطة هذه ب 26 دولار عطني واحدة الكراسي هذه كم سعره اوه 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 اوكي في عندنا برضو مكينة طعام ايش فيه كمان عندنا كنبة لا وش اشتري حمام لا ما اشتري حمام محسب الحمام ماذا للبيع فزي ما انت شايفين في عندنا طاولات للقيمينج لكن اسعارها حاليا غالية فما نقدر نشتريها فافضل شي انه نبدأ بالبسيط طاولة مثل هذه وكرسي من هذا وخلاص وانتهت الليلة يا شباب خلنا ندفع له اوكي دفعنا لباقي معنا 500 ما ادري اذا انها هتكفي للتجميعة خلينا نشوف عطني هذه الطاولة وهذا الكرسي خلينا نروح نحطهم في المحل ونتوجه ان نبدأ نضبط لنا تجميعتنا اوه ودي احطها في المكان هذا اوكي بالشكل هذا خلينا نحط الكرسي ونحط الطاولة خلينا نشوف كذا اوكي كذا تمام الان باقي عندنا باقي القطع كاملة اوه تصدقون ودي اخذ واحدة من هذه احط فيها القطع واشيلها مرة واحدة افضل ما اقعد اروح جاي اروح جاي فافضل خلينا الان نروح على محل البي سي ونشوف لنا تجميعة نقدر نحط فيها الكرت حقنا الاسطوري فحط اللي هذه هنا في الارض بالشكل هذا طيب ايش نبغى يا شباب اول شي نبغى مساحة تخزين اوه ما برا اخذ ارخص شي اباخذ هذا اللي قبل ناخذ واحد نحتاج رامات هذه اوه مكتوب عليها دي دي ار ثري اوكي كلهم اوه هذي دي دي ار فور اوكي هنا اربعة جايجا تدرون اباخذ ثنتين اربعة جايجا عزاس يكون المجموع اوه ثمانية جايجا طيب بالنسبة للماذر بورد اوه واللهي ماذر بورد باخذ ارخص شي حاليا طيب سماعات ما نحتاج هنا ما عند باقي شي كرت الشاشة عندنا ما نحتاج نشتري نحتاج شاشة بسيطة زي هذه اوه نحتاج كيبورد اوه بسيط ايش كمان كروت الشاشة قلنا عندنا المعالجات في معالجات رخيصة اباخذ يعني اغلى شي يعني في المعالجات البسيطة هذه اوه هذه وش وهذه والله ما ادري بس توقع ان هذه معالجات مكتوب عليها السي بي يو كل هذه معالجات بس اول مرة اشوفها صراحة طيب اخذنا احنا معالج ايش باقي شاشة اخذنا هذا هذا لازم ناخذ مننا واحد تمام تمام باور سيبلاي اتوقع ان الكرت اللي عندنا شوي يحتاج لباور باخذ له ستمائة واط وبناخذ ماوس عادي وبناخذ برضو مروحة تبريد عادية الكيس ايضا بيكون عادي ولا لا ناخذ شوي يعني افضل اوكي ما عاد فيه مكان فخلينا بس ندفع للاشياء هذه حلو اولي شوف كم باقي معنا يا ساتر طيب عاطني الاشياء الصغيرة هذه حلوين هذه نقدر نحطها في السلة طيب باقي عندنا نحتاج كيس فخلينا نشتري هذا الكيس اوكي باقي معنا 144 والله يعني شكلنا بنطفر طيب هذي اقدر اشيلها في يدي كاملة اربع اشياء اوكي اربع اشياء اقدر اشيلها حلو اقدر اشيل السلة نايس 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 طيب الان صار معنا 144 في واحد تهلقات قال لي تفور ايش سالفت القلص اللي قدام البيت والله ما ادري ايش سالفتها بس اني انا اقدر اشيلها واتوقع اني اقدر اسحبها بسيارتي هذا ممكن اذا انه بذلك بنروح نشتري اثاث كثير او بننقل من محلنا ممكن نحتاجها طيب خلينا نحط الصندوق هذا هنا ونحط القطع بالشكل هذا اوكي حطها في الارض خلينا نشوف كم طلعنا فلوس ما ادري والله ما طلع لي هل هنا فيه فلوس اوكي 11 دولار نايس طيب خلينا ناكل طيب الان احنا اكنا ناخذ اول شيء البي سي ونحط الوه لا 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 يا دفور مو كذا مو كذا يا دفور مو كذا دقيقة ونحط البي سي هنا على اساس نبدأ نجمع فيه طيب خلينا نشيل الكفر هذا ونحط في الارض طيب اول شيء نبدأ فيه نحتاج الماذربورد خلينا نفكها من اا شي اسمه من القاعدة حقتها نحتاج حطني هذه برا اوكي الان احنا عندنا جميع القطع الدسميس موجود في يدنا فخلينا اول شيء نركب المعالج وبعده نشيل هذا ونحاول لا 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 اش سويت انا جبت العيد فكيت المعالج ركب اللي المعالج طيب هذا نسويه لأتاك بالشكل هذا اوكي ونركبه حلوين حلوين اه وهذا نقدر نركبه هنا حلوين اركب كارت الشاشة نايس عندنا الرامات هذه وحدة وهذه وحدة بعدها نشيل الماذربورد ونحطها هنا ونسوي لها أتاك ونرفعها بالشكل هذا ركبت ركبت ولا لا باقي عندنا الباور سيبلاي خلينا نحطه بالشكل هذا وبعدها نسوي لها أتاك ونركبه هنا باقي عندنا هذا نسوي لها أتاك ونحطه هنا حلوين الآن تقريبا البي سي حقنا جاهز أنه نرجع الغطاء حقه طبعا أصعب شي ترجيعة الغطاء هذه لازم تقعد كده تحرك الماوس أو مثلا نحطه هنا ما أقدر أسوي لها أتاك لازم أنه تقعد كده تحرك شوي شوي لين ما يصير أخضر أيوة بالشكل هذا خلاص ركب البي سي الآن نشيل الشاشة ونحطها بالشكل هذا وعطني الماوس خلينا نحطها هنا أوكي باقي عندنا الكيبورد خلينا لا جبت العيد جبت العيد الآن حطينا كل شي نضغط على الـ X ونيجي هنا من وين نشغل البي سي ألوه يا ساتري عيال شوف لازم أزوم هنا وأضغط على ترن يا ساتر هلوه طيب هذا هنكفي نركبه هذا لازم نسوي زوم ثاني يعني والله ما أشوف ولا شي طيب دقيقة دقيقة لازم نركب الغطى هذا فأنا آسف لازم نشيل هذا ونحطه فوق على ساس بس نشوف زين ونقدر نركب يعني أوكي الحمد لله عطني إياه نزل الآن تحت حلوين حلوين طيب الآن لازم ندخل نحمل كل شي أول حاجة نتأكد من مواصفات البي سي حقنا الماذربورد حلوين المعالج أوكي معالجنا انتل لو انتل 2 تو دو وش ما دري هذا 8400 المفروض هذا يكون i5 المفروض يكون i5 اللي هو 8400 بس ما أدري ليش حطينا تو طيب الغيرافيكس كارد اللي هو جي تي اكس 560 والهاردسك عندنا 500 اللي هو من انتل والرامات عندنا 2DDR3 اللي هو ترددها 133 وعندنا CPU فان طيب خليني الآن نشوف مساحة 500 حلوة طيب نحتاج انه نحمل الأشياء اللي موجودة في البي سي هناك فعطني الستيم انستول عطني هذا انستول هذا ما بيأسوي لا باي خلينا نروح على لابراري اوكي create اوكي هذا هو حقي حسابي حق الستيم فخلينا نحمل الألعاب اقدر اسوي اا يعني اقدر انقل حسابي على كل البي سيات فالشي هذا كويس فحلو حلو حلو الشوب ما ابغى اشتري شي الآن طيب ايش باقي خلاص وقع كذا جاهز كذا اموره تمام ما يحتاج اي شي بس احتاج اميزه اغير له الخلفية خلينا ما في شي كذا يعني غيمينج والله هذي حلوة خلاص خليها خلاص حلوين حلوين او له وامداني يا رجل اوكي وش قاعد يلعب يلعب نيت فرو سبيد اوكي حلوين حلوين قاعد يلعب نيت فرو سبيد طيب اا هذا قاعد يلعب جراند هل هنا جتنا فلوس جتنا شي اوكي ما في فلوس طيب اا بنحتاج انه احنا نروح للبيت على اساس النام شغل يا مدير اي بيادة فور دم محلق ما يقفل ليش ما تقعد صاحي اذا قعدت صاحي المشكلة اا يجيك اا لو الهابنس يطيح والنوم فلازم اا لازم تنام الموضوع يعني شوي اا معقد يعني طب فيه للنور طب فيه للسيارة وانزل خلينا نروح ننام على السريع يا ساتر ما اشوف شي وين الانوار الوه ايوة شغل للانوار نايس هنا برضو في نور شغل الانوار هذه مفروض اننا ما تنطفي نهائيا يلا ننام يا الله صباح خير يا الله صباح خير احتاج الحمام ضروري وخلينا نروح على السريع يا الله صباح خير اوكي دسميس هذا شكل حرمي في المحل لاني مقروش لي مرة ودي ابعدين اشوف البي سي الثاني الان الجديد كم الفلوس اللي يطلع لنا فخلينا بس نوقف هنا نطفي السيارة نبي نشوف كم يطلع لنا البي سي الجديد طيب هذا شفي واقف اجلس يا مسلم يا يال هذا شفي واقف هذا هات هذا اوكي ما في طيب بي سي يا عمي انت ش عندك هنا اش تبغى اش يبغى ذا يا يال فك وجهك بالدسليس يعني ولا ايش ايش السالفة عمي حتى البي سي طفيت وهذا معلق طيب خلينا نشوف الاسعار هذا ما ادري شفيه والله معلق خلينا روح هنا اوكي البي سي الجديد اوكي لا والله نفسه يا عيال نفس السعر يلا خلنا بثمانية خلنا بثمانية تقييمات كيف وضعها 3.2 والله قاعدين ننزل في التقييم صراحة فالشي هذا سيء يا عيال لا يكون موقع البي سي هذا مو كويس خليني انقله لانه مقروشني والله خلاص نقلنا البي سي حجي حرك حرك يا ولد الله شيء غريب قسم بالله هذا شفيه يا أخي معلق هنا اوكي هذا جاه جالس على البي سي ان شاء الله ان الثاني بعد يجي البي سي هذا ما حد راضي يستخدموا ليه شيء غريب والله شوف هنا كم فيه ما في فلوس يجون عند الثلاجة ما يشترون شيء شكلي بروح وحلويات جيب حلويات ليش لا اوكي باقي في شي هنا لا ما عد في شي قلينا نحاسب على هذه مدري والله كم حيطلع الحساب اوكي لا حلوة 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 شي لها كلها يلا توكلنا على الله الى محلنا جعاني عم اشترينا اكل الارض حتاكل بعد شوي لما تشبع يا يال هذا لازال معلق اوكي شكل البي سي هذا ما احد حيقدر يستخدمه فالله يستر خلينا بس نفتح الباب اول شي خلينا ناكل احلى كل كل يا حبيبي كل بالعافية بالعافية خلينا الان نضبط الاسعار فاي شي زي ما قلنا نرفعه الى اثنين فان شاء الله ان ما تكون في اشياء من اول مرفوع اسعارها واحنا دبناها فتوقع انه انا يعني كل ما انام واصحى اه يترست الموضوع هذا انا اتوقع الشي هذا فخلينا نرفع كل شي اثنين بالشكل هذا على السريع اوكي كذا خلصنا فيه فلوس هنا في شي ما فيه هذه العصير اشربها اوكي فيه هنا عندنا فلوس نايس هات الفلوس ودي صراحة انقز البيت انام واصحى على اساس بس الغتيث هذا يروح طيب يا يا للسلات هذي اه بدان يعني ما تقعد كذا ليش ما نبيعها على اي باي ليش ما نبيعها على اي باي مو افضل بس ما ادري هل هيحسبها ليه الثلاثة كذا مع بعض خلينا اخذ لهم صورة بالشكل هذا مثلا عندي ثلاث سلات اه خلاص طيب كيف نطلع حلوين ونرجع على اي باي اوكي نختار الصورة هذي اوكي سلال ما نقدر نبيعها خلينا نشوف كم جمعنا فلوس خلينا ناخذ هذي اوكي وصلنا ميتين نايس طيب المكينة هذي كم طلعت لنا ستة وخمسين دولار والله المكينة هذي ورثت والله قاعد اطلع للمبالغ جدا اسطورية طيب لازم نروح البيت اه وننام على اساس اه شي اسمه المعلق هذا يروح ونشوف بكرة كم ممكن نطلعه اطلع من البيسيين الاثنين للحد الان ترى مو شغالة الاثنين شغال واحد بس هذا اللي قاهرني اح هي الطفت اوكي بس 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 لا تخلص البطارية لا تخلص البطارية افتح الشنطان اتقع ان ايوه هذا معي جرك البنزين بس كيف نعبي هنا السؤال كيف نعبي اوكي هذا هو الجرك الفاضي يا عيال طيب من وين نعبي من وين نعبي وين في محطة بنزين اه ساتر والمحطة بعيدة يا عيال طيب خلينا نروح ننام البيت قريب نروح ننام عساس الصباح نروح نعبي بنزين خلاص هذا درس نتعلم منه يا شباب عساس الان نجيب العيد يصير خلاص نخلي معنا جركة في السيارة معبه بنزين طيب سيارتنا واقفة هنا فابنطلق الين اخر الشارع في هناك محطة بس قبلها ودي امر اشرب موية لاني عطشان بخلينا نمر نشرب موية يا رب ان اللاعب اللي معلق هنا يكون راح يا ليل اوكي اخيرا وصرنا محطة البنزين بس كيف نعبي ذا الحين اوكي هنا في شخص واقف تمام قاز واحد طيب اشعرفني انه فل طيب الله مدري بس انه هات 25 لتر اوكي نشيله بالشكل هذا طيب ونحطه هنا اوكي ايه الان اشتغلت نايس 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 يا رب ان يعبينا انا 25 لتر اوكي هذا فل العشرين يعني باقي لخمسة لتر عندهم كيف نرجعها يا عيال كيف نرجع الخمسة لتر هذي حقنا الله مدري بس خلينا يعني عرفنا شي انه هذا يشيل 20 لتر الان روح نعبي السيارة ونرجع هنا ان شاء الله ان الباقي حقنا الخمسة لتر نقدر ناخذها ايه خلينا نشوف الان ايه حلو سيارة تشيل 30 لتر ممتاز جدا باقي هناك عندنا خمسة ااه يعني خمسة و لا كم دقيقة انا بديت اضيع هنقفل بس هذي طيب قبل ما أروح محطة البنزين وأشياء هذه أبتأكد هل هذا راح ولا لا إذن لسه ودي أرسط اللعبة والله خلينا نشوف إيه والله لسه طيب خلينا الرسط حلو 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 لما رسطنا ضبط الموضوع خلينا نسوي تيرن أون هنا ونسوي تيرن أون هنا أوكي حلوين حلوين هنا معنا فلوس معنا شي ما في فلوس طيب ما في مشكلة هذه ليش مو مقفولة آآ طيب نسوي لك إذا نرمي رامي عساس تتقفل الشنطة ودي الآن أروح على محطة البنزين إن شاء الله أن الخمسة حقتي باقي موجودة إن شاء الله أوكي هذا هو هاته آآ راحة الخمسة طيب نحط خمسين آآ لتر تمام في جاز واحد ليش خمسين السيارة بتشي لا سيارة فل توقع صح خلينا نحط خمسة وعشرين خمسة وعشرين بشكل هذا تمام تمام طيب الآن آآ عاطني الشي هذا يا ولد هذا كيف يشتغل أول ليه تغيرت طيب 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 أول مرة ما أدري إنها تتغير يا يال قبل شوي هذي كانت واحد شس ألفا طيب خلينا نطف السيارة آآ تغيرت أماكن هذه ليش هذه واحد طيب عاطني آآ هذا خلينا نعبي أوكي حنعبي هنا عشرين لتر يفلل آآ الجركة لحقنا بعدين نشوف السيارة إذننا حتشيل أكثر ولا لا طيب هذا الآن حط عشرين آآ لتر أو تسعة عشر لتر خلينا نشوف السيارة كم حتشيل أوكي ألو سيارة أوكي سيارة فلها ثلاثين يعني خلاص آآ انتهى الموضوع ما نقدر نزيد طيب خلينا نشوف الآن كم طلعنا أوكي حلوين حلوين صار آآ رجعة مانا ميتين هنا في شي ولا لا أوكي هنا امتي لحد الآن الأسعار هل لازلت مضبوطة على آخر مرة توقع عندنا أيوة فخليها طيب الآن تقريبا جاء الليل خلينا نشوف هنا ما توقع طلعنا كثير معنا ذا حين صارت ميتين واثنين واربعين وهنا صارت ميتين وخمسين ميتين وثمانية وخمسين الآلة هذه كم طلعت لنا ثلاثة وثلاثين دولار صرنا ميتين وواحد وتسعين ممكن ممكن في الحلقة القادمة ممكن في الحلقة القادمة نقدر نجيب تجميع زيادة حبة حبة يا شباب حبة حبة التجميعات حتكثر عندنا وحبة حبة حنقدر نتطور حنغير الجدران هذه حنغير الأرضية هذه خلينا نشوف تقييمنا كم واصل في الكلاب أوكي تقييمنا ثلاثة فاصلة واحد للأسف الشديد قاعد ينزل في ناس قيم سيئة في ناس ها ها ولكن بإذن الله سوالي في التقييم والأشياء هذه بنشتغل عليها لكن بعدين مو الآن فالآن همنا أنه إحنا نجمع فلوس ونجيب تجميعات بقد ما نقدر خلينا ندق سلف الموتر أوكي فيا شباب إذن اللعبة هذه عجبتك يعني أتمنى تدعمها بلايك واشتراك في القناة على أساس نستمر في السلسلة هذه إذن السلسلة ما جابت دعم صعب جدا أنه إحنا نستمر فيها يعني أتمنى تدعموها على أساس نستمر فيها لأن أنا أصلا حاب اللعبة وودي أستمر فيها والله لكن الدعم ممكن يكون هو سبب أنه إحنا نوقف السلسلة هذه فهنا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا أتمنى إنها نالت إعجابكم اكتبوا لي في التعليقات الأشياء اللي سويتها غلط والأشياء اللي مفروض أسويها لإني صراحة اللعبة هذه ما أتعمقت فيها كثير والما بحقها شوي معوق وفي أشياء كثيرة ما هي موجودة يعني ما هي واضحة فأتمنى توضحوها لي في التعليقات اللي عارفني اللعبة هذه ساعدني فيها كيف نبدأ بداية صحيحة وكيف نبدأ نطلع أرباح كبيرة لأن الحد الآن ما نعارف كيف أطلع أرباح كبيرة فنشوفكم على خير في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة